بجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير فقرتنا الحوارية المهمة جدا والمميزة هتكون على ملفات كتير ملفات تخص أكيد ندينة النادي الأهلي على المشوار المحلي المشوار الأفريكي وبعد الملفات المهمة على الساحة الرياضية وما فيش طبعا أفضل من النقد الرادي المتميز الأستاذ محمد القوسي الناشو في هذه الموضوعات أستاذ محمد نرحب بحضرتك أهلا بك كابتن هاني ربنا خليك كابتن دايما بسعد بتواجد معاك تحيات لحضرتك والكل ومشاهديك في كل مكان والجمهور النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي وكل المتابعين في قناة الأهلي في أنحاء العالم اتنورنا دايما أستاذ محمد كذا ملفة هنفتعهم حضرتك ونبدأ بالمشوار القريب المشوار المحلي ومباراة نادي الأهلي إن شاء الله يوم الأربع مع نادي الإسناعيدي من وجهة نظر حضرتك أهمية هذه المباراة إذا كانت أهمية على المستوى المحلي أو كمان أهمية على المستوى الأفريكي تمام بغض نظر عن ترتيب الفريقين ومباراة المؤجرة الأهلي والوضع اللي فيه الإسماعيلي الحقيقة دايما مباراة الأهلي إسماعيلي بيقال لها وضعية خاصة لها حسابات خاصة لها حسابات خاصة ديربي فريقين كبار نادين كبار اسمين كبار اسمين تقال في الكرة المصرية دايما بيكون فيها إصارة فيها متعة فيها رغبة في الفوز من جانب الفريقين مهما كان الوضع دايما حتى مباراة الإسماعيلي بيكون لها حساسية كبيرة جدا ولها لعب وفيها أداء وفيها يعني كل ما تنتظر من كرة القدم في المباريات بتاعت الأهل والإسماعيل يمكن شوفنا واحدة من أعظم مباريات كرة القدم في تاريخ كرة القدم مصري من وجهة نظري ماتشة 4-4 من الأهل والإسماعيل صحيح طبعا مباراة على المستوى الفني سرعة أهداف إصارة كانت مباراة رائعة فعلا وده اللي متعودينه ماتشات الأهل والإسماعيل بالزبط صحيح الإسماعيلي في وضعية غير جيدة في الدوري ما اتمنى له أن يتعافى منها لكن في المباراة دي تحديدا هيكون لي ظروف خاصة حتى أي فريد سواء الإسماعيل أو غيره بيستنفر كل قواه في مواجهة الأهل يا بلك بالإسماعيلي ظروفه صعبة وفي المركز قبل الأخير لكن في النهاية عنده مجموعة من اللعبين اللي يقدروا يلعبوا ويقدوا كرة ويمتعوك ويظهروا بشكل جيد وشكل مميز زكات المباراة مهمة جدا بالنسبة لإسماعيلي اللي بيعاني من أجل الوروم المؤخرة فالمباراة أيضا مهمة بالنسبة للناد الأهلي مهمة علشان يستعيد ثقة جمهوره بعد المباراة الأخيرة بعد المباراتين الأخرتين تحديدا في دور الأبطال مباراة سيمبر اللي اخترق الناد الأهلي ومباراة فيتا كلوب المباراة الغريبة جدا والمثيرة جدا يعني خيالية في كرة القدم حنجلها جيد حنجلها حنجلها يعني فمحتاج أنك أنت تحقق مكسب مهم جدا تحديدا يعني يرد لك ثقتك ويعطيك دفع معنوية كويسة قبل ما تروح لفيتا كلوب في الكونغو فمباراة مهمة من كل النواحي كمان مهمة جدا في الدور لكن أنا عايز أقول عنها كابتن يعني بصناد الأهلي دايما تشعر أن محتوط تحت ضغوط طول الوقت طول الوقت في اللعبة تحت ضغوط طلب بسيط على نادي أهلي في آخر أربع شهور لعف سبع بطولات وسبع بطولات كلها بتطلبوا أنه يفوز بيها يعني كما بيفنش الدور السنة اللي عدت ويفنش بشكل جيد والسنة دي بيبدأ الدور ومطالب أن يفوز بكل مطالب عشان ينفس على الدور بين دور الأبطال السنة اللي عدت من أولا ميسك مرسماني النصف النهائي والنهائي وبعد كده آآ خلص وبيبدأ دور الأبطال بصعبات كبيرة جدا قد بطلتين وقد بطلتين وراح كاس العالم للأندية ومبارات الكاسة من طلع الجيش ومبارات الكاسة من طلع الجيش فالحقيقة دايما الأهلي خلص هو قدر النادي أهلي كده وجمهوره لا يخبر إلا بكده فعلينا برضه يعني أنا مش بقول مبررات لكن في النهاية دي ظروف بيضحيد بالنادي الأهل هذه الظروف اللي علاقة لها باللي حدث في مبارات الأخيرة بدأت فيتا كلوب ده ممكن تكسبها بأي شكل وإشكاله بأكبر عدد من الأهداف بعيدا كمان على الخطأ التحكيم الواضح اللي حصل اللي ملوش أي منطق اللي حتثبت على النادي الأهلي لكن في النهاية في ضغوطات كبيرة جدا بعيش فيها النادي الأهلي ولا بيخوزها في الحزبان هذه ليست مبررات لكن دي حاجات برضو موجودة يا جماعة في كرة القدر أكيد موجودة ودائما النادي الأهلي وكل اللاعبته دائما تحت ضغوط ضغوط كبيرة ضغوط كبيرة وتشعر انه كل مباراتك نهايات ولا بدا أن تفوز بيها وده خلال مطلوب من تفريك كبيره بتلعب على هذا الشاك. ‫فعلى اللعب اللي بقى في الناديه الاهلي é Lagha يكون يتحمل الدغوط. والمدرب اللي يتدرب من الاهلي لابد أن يكون يتحمل الدغوط. ومدرب اللي يتدرب من الاهلي لابد يكون عنده قدرة على استعاب دا كله. وعارف فيه عدد كبير جدا من لعبة وعنده عدد كبير جدا منه يقدر يعمل بتاعه ويستفيد من اكبر عدد من لعبة. ويقلل الضغط عن ده شوية ويزود عنده وراءة أكيد ده شغلة الماستر اللي بتحكم في الأمور يعني الماستر اللي بنتكلم عليه أو حضرتك بتتكلم على دور المدير الفني المهم جدا في الأوقات الصعبة يعني لما بيكون الأمور سهلة ونحن عارفين المكسب دايما بيجيب مكسب دايما الأمور اللي بيبقى فيها شوية مشاكل في الأداء في النتيجة بيظهر دور المدير الفني إزاي موسماني يعدي من مباراة الإسماعيلي بمكاسب كلنا بنطالب مكاسب على مستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة شايف التوليف هتبقى إزاي أو ايه يعني ايه نقطة اللي لازم يفكر فيها موسماني بشكل دقيق جدا عشان يحاوف مباراة الإسماعيلي واضح إن فيه عناصر مجهدة في رئيس العام مجهدة بشكل كبير جدا يعني حتى لو رحضوا النهاردة برضو في التدريبات فيه لعبة مجهدة بشكل كبير تدريبات يعني مثلا عندك آمن أشرف كان عامل مباراة جيدة مجهد طار محمد طار راجع برضو المدير الفني يقدر يستعين بعناصر تانية مفترض أن الأهلي عنده 30 لعب أو القيمة كانت مفرد متاح حاليه خمسة 30 لعب أو عندك متاح كمال اللعابة اللي هم اللي غير مقيدين اللي هم اللي تحت السن المفروض يستفيد بكل الناس دي ويعمل نوع من التدوير بين اللعبة بحيث يده فرصة لعبة أخرى يعني يا أستاذ محمد بيتيجي موضوع أنه هو طيب لو عمل التدوير بعض الناس يقول لك لا ده مش وقت التدوير وفين التثبيت التشكيل ولازم اللعبة الأساسية تطلع وجزء تاني يقول لك لا هو لازم يكون مباراة تجربية لمباراة فيتا كلاب لتقارب المعاد فمش وقت أن احنا ندفع بلعيبة جديدة كل الأمور دي الحزبة دي لا يعني لعيبة أول مرة تخش التشكيل يعني تتكلم مثلا لو تتكلم على بعض العناصر تتخش جديدة بتتكلم لو أيمن أشرف مجهد يبقى هتخش مثلا هتخش عندنا مشكلة دي مشكلة دي فيها مشكلة كبيرة جدا الحزبة تختلف المدير الفني في ظل في ظل الارتباطات القريبة جدا وفي ظل أنه طب نسب التشكيل طب نلاعب اللعبة مجهدة طب نريح دوت يعني أمور صعبة بصراحة طبعا هي أمور صعبة يعني كان الله في ركاز الفن وفي اللعبة في نفس الوقت يعني لكن في النقاية يعني أنا عندي إيه الأهم اللي جاي الأهم إيه الأهم دور الأبطال الأفريقي لأن أنا في منطقة صعبة ولازم أتجاوز هزيل العقبة وبعد كده أبقى أفكر فيه اللي أهم مش أولك من الدوري في مرحلة أقل لكن طبعا بكل تأكيد أهم من الدور لأن الدوري ما زادت عندي فرص كتير جدا فيه الدوري لسه مشواره طويل الدوري لسه مشواره طويل جدا يعني ما لابش فيه غير تسعة أو عشر مباريات عشر مباريات فعلا عشر مباريات فما زال مشواره طويل جدا في الدور أهم عن دور الأبطال لأن عندي المباراة اللي جاية مباراة بالنسبالي أكون أو لا أكون مباراة نتيجة هتحدد أن أنا هكمل في مشواري ولا مش هكمل لقدر الله لو تعرضت الإخسارة هتبقى الموقف صعب جدا يحتاج بقى لحسابات معقدة جدا عملت التعادل هتبقى أفضل بكتير جدا وتقفزت في الصعود كانت تقترب من 80 أو 90% لو كتبت خلصت الأمور بالنسبالي يعني أنت شايف أن مباراة الإسماعيلي آه مهمة على مستوى على مستوى حتى المعنويات اللي لازم تكسب عشان تروح معنوات معنويا بأي شكل من الأشكال لكن في النهاية تركيزك أنت باصس المباراة فيتا كلوب اللي هي المباراة الأساسية اللي أنت المفروض تحقق فيها نتيجة طيبة ونتيجة مميزة وأعتقد أن أنا من نجة نظري أن ده الهدف الأساسي اللي الآن هيلعب عليه حتى لو كانت مباراة الإسماعيلي مهمة في الدوري فهي مباراة تجهزك وتساعدك على أنك أنت تلعب فيتا كلوب وبشكل كويس وبشكل مميز وتستعيد وممكن خلالها تعالج الكثير من الأخطاء اللي ظهرت في المباراة الأخيرة يا كابتل وأهمية المباراة هي كيف تضع الكرة في الشباك يعني أعتقد أن دي مهمة جدا بالنسبة لنا في المرحلة اللي جاي إن كنت بتوصل عشرين مرة وتسجل هدفين فقط هذا قليل يعني على قل مش هقول لك سجل خمسين في المية ده أنت لو سجلت خمسة عشرين في المية لو سجلت خمسة عشرين في المية الفرص اللي جات لك في المباراة كنت ممكن تلتها ثلاثة أربعة تجوان في المباراة ودية من الحاجات اللي فعلا بيترقبها جماهير النادي الأهلي مباراة الإسماعيلي أكيد مباراة الإسماعيلي إسماعيلي بالرغم أنه هو في المركز السبتاشر لكن لا فيش الكلام ده آه يعني مش هيكون عندك كم الفرص اللي جات لك في المباراة فيتا وبالتالي الفرص بتقل فلازم عملية استغلال الفرص على على أساس أنت لو جات لك أربع خمس فرص على أقل تسجل هدفين بالزبط يعني أنك بتحاول قدر الإمكان استغلال يعني مش هقول لك الفرص ده في ناس بتستغل الأنصاف الفرص في ماتش زي الإسماعيلي ده ممكن تجيلك فرصة في المباراة ممكن تجيلك فرصتين بتسجل منهم يعني ما زي فرقة زي فيتا كلاب راحت على أهلي كم مرة ثلاث مرات بالزبط أربع محاولات جابوا جنون آه اللي طلعها ده ده حاجة مش ممكن يعني فده ده ده احنا عايزين المهاجم بتاعنا الآن اللي يعمل ده يخلص ده يسجل من الفرص اللي بتجيله وبالتالي يستطيع أن يحل المشاكل بالنسبة لنادي الأهلي أعتقد أن ده هم اشتغل عليها مسلماني يمكن اشتغل على الناحية النفسية اشتغل على الناحية الفنية اشتغل على الناحية زي تسجل الهدف أعتقد المفترض يكون عمل حاجات فردية مع لعيبة لأن ده مهم جدا من الشغل ده بعين عن الشغل الجماعي طبعا اللي حداك عارف والشغل الفردي طبعا الخاص باللعيبة بكل اللعبة خصوصا اللعبين المهاجمين وده المشكلة الكودة اللي بتواجه النادي الأهلي في فترة الأخيرة ولو كان عندنا مشكلة في عملية يعني احراز الأهداف من خلال فرص كتيرة بتوطح للمهاجمين فبرضو كان عندنا مشكلة مسكناها يمكن كان كريم سعيد موجود تحليل النادي الأهلي عندنا كمان مشكلة أنه النادي الأهلي يعني 12 هدف من خلال مشوار مسلمين يدخل 12 هدف منهم 8 أهداف في الشرط الأولاني وشفنا ده في مباريات كتيرة جدا فلازم كمان تعرف فريق الإسماعيلي بالرغم من عدد الأهداف اللي سجلها نادي الإسماعيلي لكن شلونجو لعيب مميز عندك فخر الدين بن يوسف لعيب مميز كلهم لعيبة محترفة فكمان حمد صادق كمان على مستوى الدفاع نكلم على مستوى التركيز لمدة 90 دي أو أكتر في عملية الدفاع بالنسبة للفرقة كلها يعني ما نكلمش على خط الدفاع لكن النواحة الدفاعية كمان لازم تتحسن بشكل أفضل مهم جدا بدليل أنك في الوقت اللي أنت بتهاجم في الماتش الأخير ومضيع عشر فرص على الأقل الشت الأول كرة واحدة بتروح عليك بتذكر مرمأك ده يعني لا ده مش معنى أن أنا بركز قدام أنه وراء يبقى فيه مشكلة لا ده مهم جدا أن أنا أركز قوي قوي لأن ممكن كرة زي كده تتعبني أنا بدل ما بدور على هدف الفوز بيت بدور على هدف التعادل وممكن أنا بدور على هدف التعادل كمان يجي فيها جون كمان الدغوط بتاعلى الدغوط بتاعلى الدغوط بتاعلى عليك فده مهم جدا يعني الحقيقة يمكن إحنا دفاع المنطقة الدفاعية مثل الأهلي في الفترة أخيرة تعالجك بشكل كبير جدا بعد تعاقد أهلي مع بدر بانون وأيمن أشرف معها يعني يعني دفاع حديد بالنسبة لأهلي لكن خلاص الظروف أجبرت أن أيمن أشرف يتحرك يروح نحي الشمال ما عندكش حد يطرف في الشمال فبقت أنك أنت بتستعين بها سواسل من اللعبة القوية والمميزة واللي لها يعني قدرات دفاعية كويسة يعني أتمنى أن ده يكون لها علاج برضو لأن نفس الأهلي يعني محتاج يركز قوي في مباراة الإسماعيلي ما ياخدش فيه جوان ومباراة الفيتة برضو لازم ما ياخدش فيه جوان أكيد أكيد طيب بالنسبة طبعا كواليس مباراة الإسماعيلي وكان فيه بعض بعض القرارات أو الإسماعيلي كان معترض على إقامة المباراة على برج العرب بعد ما كانت إقامتها على ستاة سكندية شفت ده إزاي بص هو ده يعني خبر مكرر بنشوفه كل سنة في متشاط اهلي والإسماعيلي ماتش الأهلي دائماً الأهلي بيختار ملعاب برج العرب وبالعب عليه هناك وفيه قرار إن ماتشاط أهلي والإسماعيلي تتلاقي خارج القا machinery وخارج إسماعيلي لظروف كلها لكن في اللحظات الأخيرة وآخر 24 سلاع فجلنا إسماعيلي بيتكلم على هل تتلاقي في اسكندرية هل تتلاقي في برج العرب هل تتلاقي في السادر الماكس كلها يعني كلام كتير جدا لإسماعيل كان عايز ياخدها في حتة والأمن طبعا في النهاية انت بتلتزم بتعليمات أمنية يعني. صحيح. النادي الأهلي لا دخل له بعض هذه القضية. يمكن حتى كابتن سادر حفيز لما طلع وصرح وقال لك انا هلعب في اسكندرية في الماكس في برج العرب في اسماعيلية لو عايزين نروح نلعب انا ما عندهاش مشكلة خالص بالنسبة لها. فالأهلي خارج الجزية دي ومش مركز فيها ومالوش دعوة بيها. يعني وانت ما قالوا له الملعب هتلعب في برج العرب خلاص احنا في برج العرب. لكن انا مشكلة عند النذر الإسماعيلي. وانا اعتقد ان العملية مش محتاجة تبقى فيها. مش ملعب على اي ملعب وخلاص يعني القضية. اي خلي بالك ممكن تكون عملية يعني محاولة لأداء المباراة مثلا على ملعب الماكس. انت عارف ملعب الماكس من الملعب ديئة شوية. ممكن تكون فرصته هو افضل. صحيح. يعني بيبص على فرص على اساس المباراة. وده حق في النهاية اختار الملعب اللي هو عايز. يعني حتى لو ملعب مكت ده حداي النذر اهلي وهو شاف ان ده حاول نتيجة كويسة وهو يلعب لمصلحته هو حر يلعب عليه. زي انا لو انا جاب اي فرقة من برة من افريقيا وعايز العبها في استاد السلام او في استاد القرار ده حاجة ترجع لي. صحيح. حسب الملعب اللي هيساعدني. ولي بيفرض الامن. الملعب اللي هو يساعدني احقق هدف. لكن في الان انت بتلتزم بتعليمات امنية. ولا يجب تخطيها او تغاضيها او غض الترفع عنها. يعني مهمة جدا يعني. فيعني النادي اهلي خلاص منتزم به. واعتقد ان اسماعيل خلاص ردخ لهذه الجزئية. انه هتلاقي في بروج العرب. طيب. قبل ما نخش على الملف الافريقيا برضو اخد رأي حضرتك. في مشوار الجدول الدوري. والدوري بصفة عامة لغاية دلوقتي. بعض الفرق لعبت حتى الجولة خمستاشر. النادي الاهلي. يمكن لعب عشر مبارات. لكن اجماليا مستوى الدوري الممتاز السنة دي. وحربطه طبعا مع حضرتك. لما نيجي كمان لملف المنتخب. ازاي كابتن حسام البدري حاطت عينيه على بعض اللعيب اللي ظهروا بمستوى جيد. اه يعني انا شاف ان المساعدة الدوري السنة من المواسم الجيدة والمواسم القوية. والمواسم الصعب على كل الفرق. الحقيقة. يعني. الحقيقة كل الفرق. يعني شوف الاسماعيل. تب كلم عن الاسماعيل واحد من القوى الكبرى. في الستاشر فعلا. في الستاشر. ودي دجلة من الفرق اللي بتقدم كرة كويسة جدا وميزة. لكن نتاجها مش مش مساعدها. اه هتلاقي فرقة البنك الاهلي. بتتير بشكل كويس. المفاجأة فرقة سيراميكا اللي تسعد لاول مرة للدوري الممتاز. وعمل نتاج هايلا ونتاج عظيم ودخلها ده من الخامس. طب نمسك نمسك الاندية اللي يمكن تعطرت رغم تقلقها للدوري السنة اللي فاتت. نمسك مثلا على سبيل المثال المقولين العرب. بتتكلم على نادي لعب الكنفدرالية السنة اللي فاتت. كان في بعض الاحيان كان متصدر الدوري. وانها بشكل اكثر من رائع مع كابتن عمد النحاس الملقز الرابع. ولعب الكنفدرالية السنة دي بيمر بازمة شوية. تمام. المقولين العرب ناهي المسلم الماضي. وهو الحسان الاسفد. في المسابقة. اشهد بالمقاولين. اشهد بالكابتن عمد النحاس. وقدر المقاولين يرجع من جديد بعد غياب طويل الى البطلات الافريقية. لكن جمع عبدات الموسمة كابتن. يعني وهما في المقاولين يدركونها زلك. الاصابة عدد كبير جدا بكورونا من اللعبة بتاع الفري. ده اثر كتير جدا على النواحة الفنية على الفري وعلى التدريبات. واثر عليهم بالتحديد في الكوفدرالية وفي ماتش النجمة السحية تحديدا. يعني كان عدد كبير جدا في تقدوه في مبارات الزياب. وعدد ك حتى الظلم التحكيم اللي اتعرضوا ليه حتى في المبارات الاخيرة بتاعت النجمة السحية كان يعني العدل ان هما يعني يتهلوا لكن الحكم ظلهم حتى في راكسلت جزاء وما قدروش طبعا. على محاول اه كابتن عمد نحاس يعالج اللي هما بكورونا هو نفسه اصيب بكورونا. بقيت فيه مشاكل كبيرة جدا موجودة. فحتى المهندس اه محمد عدد ده بتكلم اه عن تغيير جزل فني قال نحنا مش نغير لان احنا عارفين الاسباب اللي قدت الى تراجع المقاولين العرب. فاسباب المق موجودة. اصابات كورونا موجودة. كل الحاجات دي اثرت على الفريق بشكل كبير جدا. انا اعتقد ان المقاولين من الفرق القادرة على العودة. واعتقد انه هيقدر يلم نفسه ويرجع بشكل كبير جدا خصوصا في الدور التاني. لما اموره تستقيمه وتنظامه. دلوقتي المقاولين في المركز التلاتاشر كانت تقريبا في متزيل الدوري لكن يمكن نتائج كمان الاخيرة. اه بتتحسن. اه بتتحسن. اه بتتحسن. اه بتتحسن. حتى دلوقتي تلاقي الدنيا فرقت تماما بالنسبة له. خل اتزا فرقة زي الفرقة الانتاج الحربي اللي كانت عندها استقرار فني بشكل كبير جدا. مع الكابتن مختار مختار. خلال اربع سنين بيقدوا بشكل اكتر من رائع. مش هنقول كانوا بينفسوا على البطولة او مربع زابل. لكن دايما في المنطقة الدافئة وما كانش في اي تهديد. رؤيتك ايه برضو لفريق الانتاج الحربي السناني. فرقة الانتاج الحربي من الفرقة اللي كانت مستقرة وكانت ماشية بشكل جيد. ومعاهم مدرب مميز جدا كابتن مختار. بيلعب كرة وميزة كرة هجومية. اه يمكن كانت حتى كرة مزعجة للكبار. صحيح. مع نادي الاهلي. مع نادي الاهلي. مع نادي الزمالك. مع نادي الاسماعيلي. مع المصري. مع بيرمز. دايما كان بيعملوا نتاج مميزة واقتربوا ببعض الاوقات من 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 الاربع خمسة للمراكض اللي قدام يعني. صحيح. لكن يبدو انهما ما دعموش بصفقات كويسة في المسلم الجديد. في الوقت اللي في رأي كتيرة جدا دعمه. فاللي ما دعمش دفع التمن ده بشكل كبير جدا. ولعبها مشت مميزة. ولع كان موجود من الهرس. عدد كبير يعني ميشون عندهم وما جابوش بدايل بشكل كبير. لسيهم في ظل ارتفاع الاسعار. فطبعا حصل تراجع في النتائج. وبالتالي بدأ يحصل يعني كسر التغيير المدربين. كابتن مختار مختار ميشجي. كابتن حمد صدقي. بعد كابتن حمد صدقي. حاليا كابتن كوشري. اعتقد ان ده كله يؤثر على الفريق. ويؤثر على استقراره. ويؤثر على يعني الاداء الفني والاداء التكتيك بالتعال اللعبين واستعاب اللعبين لأفكار المدربين. لما تنقل اللعب في وقت قليل جدا تلات اربعة شهور. الافكار تلات مدربين اعتقد ده يعملوا لغبطة. طبعا. طبعا. لغاية ما اشتقر. اكيد. والمدرب ده كان بيعتمد على مجموعة. وده بيعتمد على مجموعة. وده لسه يجرب مجموعة. والمجموعة كمان في مجموعة مميزة مشيتين. بس المرس كمان من يعتبر من المعلمين المميزين مشي. فكل ده. فكل دوت عوامل. كان ليه تأثير عليه من الفرق اللي كان لها بشكل كبير. يعني دلوقتي ال انتاج. وده تجلى. اقرب الفرق في المنطقة الاخيرة. هو الانتاج في السبعتاشر. اه يعني يعني من اكتر الفرق اللي هما في المنطقة الاخيرة. وتكاد تكون فرصهم ان يعدولوا اوضاعهم او يلحقوا بالمنطقة الامامية. صعبة الا اذا حصل تغير كبير جدا في النتاج من الحالة المقبلة. طيب ده بالنسبة يمكن للفرق اللي كانت السنة اللي فاتت ماشي بشكل كويس. ويمكن فيه حالة سلبية من الوقت موجودة. على العكس نشوف توقعاتك لبعض الفرق الليها فرق الايجابية. يعني ايه الفرق اللي انت كنت تفاكر انها هتعاني في الدوري. ولكن اثبتت العكس لغاية دلوقتي. رقم واحد فرق المقص. المقص طبعا. بقاية الكابتن يااب جلال. يعني اولا الفرق بدل المسابقة بشكل غير مستقر. اه لغاية قبل المسابقة بفترة وجيزة ما كانش شو مدير فني وكان فيه اتصالات مع مدربين لغاية ما توصلوا الاتفاق مع الكابتن يااب جلال. مش عدد كبير جدا من اللعاب المبيزين. ابرزهم محمد ابراهيم طبعا. فيه خمسة ستة. اه 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 يعني الغالبية. غالبية. ونعد منهم على الاقل كنا توقع ان اكتر فرقة هتعاني. صحيح. ان هي فرقة المقصة. وكنت متوقع ان فرقة المقصة تكون مكان فرقة الانتاج. او فرقة ودي دجلة. لكن هنا يزهر دور مدرب. له بصمة ولها قدرات. واستطاع بامكانات قليلة ان يعمل نتاج كبيرة. ويخش في مرحلة في منطقة يعني لم يتقع احد. في المركز الرابع. احد يتخيل ان المقصة في المركز الرابع طبعا ما حصلتش المقصة في از ما كان عندها صفقات واز ما كان عندها لعبة كبيرة. ما عملتش النتاج العظيمة. صحيح. صحيح. الحقيقة هو مشي يعني كده زي ما تقول لي فضل يتسحب المسابقة ويكتب مباراة ولا مباراة. حق نتاج هاي لا. ادري يدخل فرقة. خلاص كده الفرقة المقصة عدت تماما ما اعتقدش انها ممكن تواجه الخطورة السنة دي. لا. وبقى بقى لها شكل فني وبقى لها بقى لها رهبة برضه عند الناس. خلاص انت فرقة بتكسب برغم من 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 عدد كبير جدا من العيبة المميزة تم سحبهم من جسد الفري الا ان الفريق قدر يعني يعود بالاداء الجماعي بالفكر التدريب المميز بالتكاتل بالكفاح بالحماس بعناصر جديدة دفع بها كابتن نهاب جلال. الحقيقة تحيى للكابتن نهاب تحيى لفرقة المقصة. فرقة مميزة بقت فرقة يعني فرقة مزعجة فعلا في الدوري لأي فريق تواجه يعني. طيب بنسبة للسلاسي الصعد للدوري الممتاز. شايف انه مفجأة نتيجهم. احنا بنتكلم على غز المحلة سيروميكا البنك الاهل. بصة كابتني يعني ما تعتبرش مفجأة لانه هم اشتروا فرقة كاملة. يعني تقدر تقدر اشتروا فرقة. بعد غز المحلة يعني. اه لا بعد غز المحلة. يعني تقدر تقول البنك الاهل جاب فرقة من الدوري الممتاز وليلعب بها. اه سيروميكا جاب لعيبة كلها دوري الممتاز بسناء اللعبين تلاتة موجودين عنده. طبعا مميزين جدا اكتر من اللعب زي شريف دابو شايد حسين. اه كل دولها مميزين. اكتر من اللعب مميز استعابهم. خد ابرز العناصر. وضم عناصر كبيرة جدا اه مميزة. يعني ل ما تلاقيه بتضم محمد ابراهيم. ضم صالح جمعة. عنده دلوقتي حاليا احمد ياسر ريان من اللعبة المميزة. اللي بتقدر تحسم بشكل كبير جدا. وتساعده وحسنت له اكتر من مباراة. فهما التدعمات الكبيرة دي. ما حملتش عن دوله ما مميز. يعني. يعني كان زهر بمستوى اكتر من رائع مع سيروميكا. اه كمان احمد ياسر ريان. اه. يعني كمان احمد ياسر ريان. اه. فدولة يعني مش هنقول فرقة صعد لعبة ما صعد. مش نفس الفرقة. يعني ده حصل في البنك الاهلي. وحصل في السيروميكا. اه. مشيت مع السيروميكا بشكل كويس. البنك الاهلي اتعسطر بعد الشيء. وحصل تغيير فني. وبدأ يستعيد لحد ما حقق انتصار. وتعادل في مباراة. غازل محلم من فرق برضو الاقل لفرق عمل التدعمات. وحتى الصفقات اللي جابتها جابتها من الدرجة التانية. صحيح. وحتى التدعمات اللي بتروح لها. والفلوس اللي بياخدها اللعبة كابتن. فلوس متوضعة لحد كبير. بس لغادي الوقت اعتقد ماشي كويس في المركز زي الحداشر. بالضبط. وقدر كابتن خالد عيد الحقيقة حقق نتائج كويسة. بداية من فوزه في ماتش الزمالي. فوزه في ماتش الزمالي. اللي كان العلب قال ولا لخطر يعني مهم ما حد كان يتوقع. مش حالك يتوقع المحالة التعادل. والمباراة كانت شيبه خلصانة. فيعني ربنا كرامهم واخدوا تلات نقاط مهمة جدا. من بعدها ادروا حقق نتائج طيبة وعملوا قفازات مهمة جدا. يعني اخدوا تلات ماتشات ورائها. فرقوا مع الفرقة كتير جدا. هنا تقدر طول مدرب الانضباط الالتزام الرغبة في اللعبة بقى ده بشكل قوي شكل وميت. كل ده خلى الفرقة. وكمال الاريحية في اللعب على ملعبهم. واحنا فاكرين ما يا ما كنا بنلعب ملعب غزل المحلة. حكبت الملعب غزل المحلة ده. كان بيروح الاهل وزاك كان يعني الفرقة. صعبة جدا. اللي بيرجع بنقطة من هناك كان بيقول لك انا رجعت من هناك. المحلات الملعب الاقليم كلها كان من الملعب الصعبة. صحيح. جدا يعني. فطبعا والمحلة من الفرقة الشعبية اللي لها تاريخ لها اسمه. وليها قيمة كبيرة جدا. ومن الفرقة الكبيرة جدا. اللي طلعت نجوم كبيرة جدا. يمكن من ابرازهم اللي موجود معنا لغداد كابتن شوه غريب. آآ ليه بصماته كبيرة. سواء كان لعب في الفرقة. او لعب على المستوى الدولي. شوفناها تقلق وبرز في ستة وتمانين. البطولة اللي خدناها هنا بقائرة. او بعد كده لما قادر المنتخب اللهم بالحقيقة. وعمل نتاجه. وعمل منتخب الشباب والمنتخب الاول. لا يعني الحلة لها بصمة كبيرة جدا في الكرة المصرية. نت نتمنى ان يتم تدعيم الفريق بشكل اكبر من الشركة المسؤولة عن الفرقة. لان المحلة فرقة بتهم قطاع كبير. بتهم من دينة المحلة الحقيقة عندها برضو البلدية. لكن في النهاية يظل الفريق غازل المحلة. فريق له شعبيته وله قيمته وله جمهوره الكبيرة اللي موجودة. صحيح. وعلى مستوى الادارة كمان. وده بيحصل قليل. ويحصل مع ناديين على مستوى الصعود. دايما الفرقة اللي بتصعد للدور الممتاز بتغير الادارة الفنية. لكن كابتن خلد عيد واستمراره. ادى لاستق بشكل كويس. كمان هيسم شعبان مدرب سيراميكا. من المدربين المميزين. فعلا. اللي طلعوا مع الفرقة وكملوا. هما الاتنين دولة فقط اللي طلعوا من القسم التاني وكملوا. حقيقة يعني آآ آآ كابتن خلد عيد. له التقدير وعمل نتائج طيبة. وكابتن هيسم شعبان بيحط اسمه بين مدربين كبار في الدورة. الحقيقة يعني انت في النهاية آآ ظروف سعادته دعمته جبت له السفقات. لكن لو لم يكن مدرب جيد وقدر يسيطر وقدر يلعب وقدر يعمل خلطة ك وقدر يقدم بشكل جيد. ما كانش فريقه في المنطقة دي حاليا يعني. طيب على مستوى الدوري دايما بنتكلم آآ الدوري العام وكله بيبقى في خدمة المنتخب الاول. وكان في بعض التصرحات من كابتن احمد ايوب ان الدوري ممتاز آآ يمكن ابرز بعض العناصر ويمكن هو قال بعض الاسماء. يعني اتكلم بشكل كويس جدا. مثلا آآ على احمد سمير اللي طلعه على الجيش. لعب مميز. اتكلم كمان على آآ شهادة رأس الحربة بتاع شهادة حسين. شهادة حسين. اتكلم عليه بش اه اتكلم كمان يعني على بعض اللعيبة تبتكت. عن عمر جمال خمس اهداف. عن اوباما سبع اهداف. ما كانش موجود في الدوري. عن آآ امام عشور برضو من الاسماء اللي كانت موجودة ومطروحة. آآ شايف الاسماء دي ممكن يكون لها دور في المنتخب الفترة الجاية. آآ او شايف ان ممكن كمان في اسم مش متشاف. ممكن آآ عامل شكل كويس في الدوري. ويجب برضو انه هو يخش في المنظومة الدولية. لا الحقيقة يعني المجموعة اللي تكلم عنها دي دي ابرز مجموعة. ودول اللي مركزين عليها. يمكن انا آآ كلمت مع كافة حسن بدل اكتر مرة. ففكره بينطب على التركيز على مجموعة اللعيبة. اللي عندها خبرات كبيرة جدا. اللعبة الدولية. تعاف اللعب الدولي. اللي عنده خبرات دولية. اللعب دولي كل ده. آآ بكل حسابات كبيرة جدا. آآ فمش هيضم اللعب جديد. الا اذا كان اللعب ده عنده قدرات. هتوضيف للمنتخب. الاسماء اللي احنا اتكلمنا فيها دولتها الفعل الابرز. اللي موجودة في الدورة غير دلوقتي. اعتقد كمان باض اضافة آآ احمد ياسر ريان. يعني برضو من الاسماء اللي يمكن. في الظبط يعني عم مسجل آآ اهداف آآ. سبع اهداف. طبعا. حاجة مميزة جدا طبعا. عصنا بتكلم في اوباما سبع اهداف. بتكلم في آآ احمد ياسر ريان. بتكلم في احمد سمير. اعتقد الناس دي ما تدعش تلاجها لها. بتكلم في شهاد حسين من اللعب المميزة جدا جدا. صور. ولعب يعني ده جايبها مع سراميكا من الدرجة التالسة. صحيح. صحيح. ومكمل معه في الدرجة التانية. ووصل. هي لعب مميز جدا. وآآ. وكان ليه فرص قبل كده ان ينضم الناد الاهلي بس ما حصلوش نصيب الحقيقة. آآ. عندك اوباما من اللعب المميزة جدا. لعب آآ يعني ليه بصمة ولعب فعال في اداء نات زي. امام عشور في فترة آآ عالي جدا. لكن بعدها الحقيقة بفترة اخيرة بدأ مستوى تراجع بعض الشي. يعني حسابات كترة جدا بتكون عند الجهاز الفني. مفيش لعب حيكون مفيد للمنتخب الا والجهاز اكيد يضموا يعني. في فترات ب مميزة مع النادي المصري يا عمر كمال عبدالواحد. اعتقد بيقدي مستوىات جيدة على الان. سرعات كويسة هداف. بقى هداف مميز طبعا. بيعمل مباراة كويسة. ممكن يكون ليه دور. هو اسمه ما تروحش يعني. بس يعني يعني اسمه مش مطروح مع الجهاز حي ما اسمياتوش خالد. لكن هو بالفعل من اللعبة الميزة واللعبة المؤثرة في فرقتها. بالدرجة كبيرة جدا يعني. طيب هنروح بقى للمحور الآخر خلاص الدوري وعرفنا ومباراة نادي الاهلي والاسماعيلي ع عرفنا. ان شاء الله بازن الله النادي يوفق فيها النادي الاهلي. نروح ليه. نرجع تاني الملف الافريكي والسيناريو اللي ممكن يمر بين النادي الاهلي. والمطالب من الجهاز الفني واللعيبة. عشان نكون موجودين في دوري التمانية ان شاء الله. آآ بس كابتل اهم حاجة في المباراة اللي جاية. انك انت دي مباراة. هترفع عشانها نكون او لا نكون. يعني مباراة بالنسبة لك مباراة فاصيلة. واللي حطك في الموقف ده. النتيجة التعادل اللي حصل في القيارة. احنا اللي حطنا ن نفسينا. احنا بقول لك. لو كنت كسبت المباراة دي في القيارة. كانت الامور بالنسبة لك تبقى عادية جدا. بقى الامور سهلة جدا. آآ ايا كان يعني. آآ فانت حصولك على نقطة واحدة في القيارة. طبعا قلب باق دور الابطال. وكلنا نعلمات. انك تسعة بونط اللي عمال عبك يجبون لازم تاخدهم. ما فيهاش اي تاريك. اذا فقدت منهم اي نقاط. هتعاني. ولازم تعودها من بره. بنفس الشكل وبنفس الكافية. يعني مبارتناها مع فيتا كلوب الاتنين. كان المفترض ناخد اربعة بونط. خدت منهم نقطة. يبقى لازم تجيب التلاتة بونط مفترض. يعني ان شاء الله بازن الله. وتوفيقه. انك تجيب تلاتة بونط. ولازم تلعب على دعم. انتظاف ان التعادل يكفي الاهلي لتحقيق هدفه. بستقبلا ان شاء الله. لكن ما تلعبش على التعادل بقدر ما انك لازم تلعب على الفوز. فاذا لم تحقق الفوز. هترجع بالتعادل. وده ان حصل. هيكون شيء جيد بالنسبة لنادي الاهل. هيبقى عادلك بعد كده مطش المريخ في السودان. لابد انك تروح تكسبه. ومتش سيمبا المباراة الفاصيلة بالنسبة لك. انت لما هتخلص بيتا كلوب. بيتا كلوب هيروح لسيمبا التنزان. الاتنين هيتطحانوا في بعض. اي نتيجة هتكون في صالحك. وهتخلي الفريد تاني في موقف خطور. يعني انكسب سيمبا اوكي. كسب ده. اتعادله. اي نتيجة هتكون في مصلحتك. انك انت تتاهل يعني. فمهم جدا جدا بالنسبة لنادي الاهلي. تجنب الخسارة. باي شكل من الاشكال. واعتقد انه محترمنا وتقدرنا ل كل التقدير لأي فريد. لكن فريق كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي. ان اهلي فريق كبير. املاق بطل قرى قدرات لعيبة امكانيات. احنا شفنا امكانياتهم عادية جدا. لا بس هتبقى مباراة صعبة محمد. انا اعتقد هتبقى مباراة صعبة. مباراة صعبة. كمان عندك الملعب. كمان ارضية الملعب. ملعب وبتلعب الدهر. وخلي بالك. هم عندهم دوافع كمان. يعني احنا عندنا دوافع ولازم تكون دوافعنا اكبر من دوافعهم. احنا البطل يعني بنحافظ على اللقب وعايزين لقب جديد. لكن المباراة صعبة. والفرص اللي جات لك في القائرة مش هتجي لك هناك. مؤكد. فيعني المشوار صعب. لكن السيناريو الافضل للنادي الاهلي. انك تفوز هناك. وتفوز في تلاتة مباراة تطلع اول مجموعة. ده السيناريو الافضل. ده السيناريو الافضل. الكابوس بقى اللي ممكن لقدر لانا نخش فيه. انك تتكعب الهناك. لا لا. طبعا دي لو حصل لقدر الله تبقى انت. يعني خلاص. ما تبقى. الامور مش بيدك بقى خالص. اه هي دي. اه هي دي. اه هزال فرصتك قائمة على الورق. لكن الامور هتبقى قفلتت من ايدك تماما. لكن ازاي انت تظل انت ممسك بخلوط اللعبة وتحركها. انك انت ترجع بنتيجة ايجابية من الكنغو. هذا الفريق اللي يكون صعب على ملعبه. في ملعب ارضيته اه ترتين اه اعتقد انت مش متمرن عليها زي ما هو متمرن عليها بشكل كبير جدا. في اجواء حرة بشكل كبير جدا. انت بتداش تلعب فيها زي ما حصل في سيمبا. وخباك. ا لكن في كل الاحوال اللي هما مش هيقبلوك دي في عين زي ما قبلوك في القائرة. فده هيدي لك مساحات اكتر ودي لك فرص اكتر ان كنت هتقدر تسجل ان شاء الله. اه في كل الاحوال يعني اه 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 دايما كده اللي عابت لان لما بتاهم الحاجة ده كده اللي احنا عملناها وهنصلح. اتوقع انه هما بازن الله يصححون الاخطار التي زالت في بارات القائرة. ان شاء الله بازن الله ومن خلال من خلال مباراة فيتا كلاب والسيناريو الغريب اللي حصل ويمكن كلنا قلنا سيناريو غري تفوق الاهلي في كل حاجة الا احراز الهداف وبعدين يخش في الجول لكن بعد ما احرزت هدفين وخلاص كلنا اعتقد اتمننا ان المباراة خلاص في 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 صالح النادي الاهلي فجينا بدربة جزاء جزاء غريبة جدا 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 من حكم كمان كبير جدا جدا. الحكم الردوان جيد من حكام النغبة في القارة افريقية. حكم مغربي متميز. حكم صحب ضمير يقز. دايما بنشوفه عنده شجاعة الحقيقة عالية جدا وعنده عدالة عالية جدا وعنده تركيز شديد جدا يعني. لكن في النهاية جل من لا يسوي يعني في النهاية في خطأ. انا بص يا كابت الناس لي بص يعني 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 مثلا الحكم في النهاية بشر يعني. ورد ان يغلق يعني. ورد ان يغلق. ماشي. يعني. اي ما بتخطأ فيه لا يبقى جونفة دي وميسجلش. مدرب بيخطأ في تغيرات. انا حفظ هذا الحكم اخطأ. لكن الحكم اخطأ بنتيجة وبقرار اثر على نتيجة المباراة ووضع الاهلي في مأزق. صحيح. انا يع يعني. لا خلاف على ده. يعني ده كلام مفش فصال يعني. لكن في النهاية انا مش ده ده. في النهاية وارد. وارد ان كنت اتعرض لخطأ. وده بيحصل في اي حاجة يعني. في النهاية يعني. احنا مش هنعلم. مش نهاية. لكن في النهاية. هذا الحكم لا يتعرض لظلم. حتى ولو لا يكون خطأ غير متعمد. وانا عمر الكابتر ادوان ما يتعمد ان يظلم اي فهي. لكن في النهاية وقع الظلم. وده فعلا نتيجة لعدم وجود تقنيه الفر في الدور الابطار. هذا حاجل حضرتك في دية. لكن اكيد احنا احنا بنتكلم على حكم المفروض من الحكام النغبة. اكيد بشكل او بالاشكال. كمان سمعنا ببعض وسائل التواصل الاجتماعي. يعني حتى بعد المباراة. كابتن سيد عبدالحفيز رحله. فبيقول له اه احتمال يكون اه اكون غلط. وبالتالي ده هياخدنا الملف الفار. هل الحكام حتى حكام النغبة. اتعودوا ان خلاص الموضوع بقى موضوع الفار. بالنسبة لهم بيسهل الموضوع. وبالتالي. ما عملش المجهود المطلوب. انه ياخد البوزيشن الصح. عشان يوصل. للقرار السليم في الوقت السليم. هل موضوع الفار ده حتى مؤثر على شخصية الحكم. طبعا. طبعا. اعتقد ان لو كان الفار موجود ما كان هيسهل الامور كبيرة جدا. يمكن هو. ممكن يكون حكم بيلعب على فار في مسابقات. ويلعب بدون فار في مسابقات تانية. اعتقد ان ده ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا بين الاتنين. يعني. لو كان الفار موجود مؤكد ان كان حيرجع له. ويلجأ له. او كانوا في الفار حيقولوله. ان الكرة يعني ما فيهاش ركلة جزاء وخارج المنطقة. كل ده كنا هنحل. ده حتى فيه كرة كمان اللي كرة تسددت ومدافع تطلعها من جوه الجول. كل ما فيها شك. انا مقدرش اجزم ان هي كانت جول ولا لا. ايو. لو بقى الفار ممكن جدا. لكن انا محتاج ان التقنية الفيديو تثبت لي وتؤكد لي ان الكرة ده مش جوه. لك انا عندي شك كبير جدا ان الكرة كانت متجاوزة خط المرم. ادي كرة فيها شك انها هدف. ودي ركلة جزاء. فانت اتعرضت الظلم واضح وبين. اثر عليك. لكن مين اللي هيحسب على الفاتورة غير النادل اهل. صحيح. صحيح. واللي عجبني كمان يعني احنا بنتكلم على التحكيم وملف التحكيم والفار. والطبيعي جدا في البطولات الكبيرة ان يكون موجود الفار حتى يعني لو شفنا على مستوى الدور الاوروبي على مستوى تشام منزليج. يعني. الفار موجود. وامكانات الاتحادي الافريقي قادر انه يكون الفار موجود في كل المباراة. انا الحقيقة مش مش قادر استعب النقطة دي التحدي الافريقي بكل قدعات وكل امكانات ومش قادر يطبق دي في دور المجموعات. انت ما طبقتهش حتى في دول اربعة وستين ولا اتنون وتمانين وتلاتين. خلاص طبقه في دور المجموعات. لان خلاص ده مهم. ممكن فرقة تخسر ماتش. يؤثر علي ما خلاش اهل. اه فانت بتحطها في ماجق. يعني اه مين? ده الاهل اللي هو البطل اللي هو عظيم القرى يعني في النهاية. اه ممكن يطلع من بطولة قدر الله بسبب حاجة زي كده يعني. يعني اهل لو كان كسب التهطة بونتو دولة كانت بالنسبة الوقت بقت سهلة جدا. والقصة بقت ما فاش اي مشكلة. وريح الكون هو انا مشتريح. ما عنديش ازمة خلاص في اي حاجة. اه فانت بتعمل لي ماجق. فليه ما ما اتطبقش. طبعا فيه كلام على ان هم حيطبقوه في بداية من الدول الربع الناق. وطبع. كمان يا اكيد هيطبق. لكن انا بتكلم اللي هو ليه مش من الاول. وكمان برجع وعيد وانكن الكلام ده قلته وبعيد فيه انك انت لازم تعزم البطولة بتاعتك. لازم تعزم البطولة الافريقية. تعزم البطولة الافريقية زي عن طريق حاجات كتير جدا. خارج حتى المستطيل الاخضاء. عن طريق التسويع. عن طريق الاخراج. عن طريق ان الفار يكون موجود في كل المباريات. عن عن طريق الصورة. عن طريق الملاعب. تتأكد ان كل ملاعب تكون مميزة. طبعا. مهمة جدا ان ملعب الصورة تطلع من ملعب بشكل قوي. شكل مميز. يعني كل دي حاجات مهمة. بص هو الاتحاد الافريقي كان فيه نوع من الدربكة في الفترة الاخيرة. بعد تجميد احمد احمد. اه لمدة خمس سنين. وامكن النهاردة الحكم تخفف الى سنتين. وكده كده في كل احوال برا الاتحاد الافريقي. فيه ادارة جديدة للاتحاد الافريقي. باترس موتسيب الجنوب الافريقي خلاص. تقريبا. هو رئيس الكاف. وشطاعنا رسميا خلال ايام القليلة القادمة. بعد ما تنازل. خلاص رسميا. اه. يعني المنافسي. احمد ولديحة الموريتاني. وسونج عسنال. خلاص. شفت. 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 انا كنت جايلك ملاب في الاتحاد الافريقي. شفت. شفت. ازاي انتخابات الاتحاد الافريقي. من اسبوعين ثلاثة. وبعض الجلسات التربية. على مستوى الانتخابات. في وجود كمان انفنتيل الرئيس الاتحاد الدولي. شفت العملية دي ازاي. ده جزء. والجزء الاخر. ما ينتظر يعني الاتحادات على مستوى الافريقية. وما ينتظر من برنامج انتخابي. كان متسبي. واعد به. وعلى فكرة. كان واعد كمان بوجود البار في كل مسابقات المسابقات الافريقية بشكل كامل يعني. الحياة كابتن يعني احكيتنا انا شفتها دي. يا ريتنا ما شفتها. ليه? اللي اجل ما شفناه في الاتحاد الافريقي السلاد في الانتخابات. احنا ما شفناهش قبل كده الحقيقة يعني. يعني ما حصلش خلاص. يعني انت عمرك شفت اللي بتيجي بالتزكية بالشكل ده. بالشكل ده بس على فكرة حصلت ايما عيسى حياته وكان في بعض التربيطات من خلال. بس دي تربيطات بتدخل من امفنتينو رئيس الفيفي. واول مرة اللي بيسا يدخل يعني يزج بانفو في في الاتحاد الافريقية في كرة القادمة الافريقية. بشكل كبير جدا. يمكن كان الفنتينو متبني احمد ولد ياحل مروتاني بشكل كبير. وفجأتنا الدنيا كلها اتغيرت. اتغيرت ليه? اتغيرت. اتغيرت ليه? اتغيرت. طب التغيير دوت يعني خلينا ناخد الجلسات اللي حصلت قبل قبل الانتخابات الرسمية. من ان هو الراجل حتى انفنتينو بيقول لك انا مش عايز اخسر اي كادر. يعني عندهم وجهة نظر ان لما خش بتلات مرشحين قوي جدا. وكل الاصوات تتقسم هيبقى في اتنين خسرانين. ويبقى واحد بس كسبان. فقالك لا. يعني كل اللي ترشحوا على مستوى عالي جدا. من وجهة نظر انفنتينو. فعمل الجلسة دي على اساس يكون فيه رئيس. ويكون اتنين نواب من المرشحين للرئاسة. وبالتالي قالك انا بستفيد بكل الكوادر. هو دوقتي عامل نفسه شيخ العرب بتاع الكرة المتخدم في العالم. ما هو شيخ طبعا الكرة في العالم كله بسرعة. اه لكن المال لاعب دور كبير جدا في موضوع. مال. وحط تحت المال متخط يعني. الملياردير الجنوب افريقي. اه متسبي طبعا المال لاعب دور كبير جدا في موضوع. اه مش عشان المال فيه لقدر لا احنا متكلمش على راشد. لا لا طبعا يعني. ان ممكن جدا متسبي من خلال امواله. يقدر يدعم يعني بشكل جبير يعني. يقدر يطور من القرى الافريقية. وخلي بالك. تطوير القرى الافريقية. تطوير القرى الافريقية. ده ملف مهم جدا في الاتحاد الدولي. وانفنتينو نفسه يعني كان من من خلال تصراحاته انه مهتم جدا بالقرى الافريقية. طبيعي علشان عدد الاصوات في الانتخابات كبيرة. لكن برنامج الانفنتينو في خلال حتى ترشيحه. قال لك انا اهتم بالقرى الافريقية. وبالتالي وجود رئيس متسبي رئيس نادي سانداونس باموال كتيرة جدا. اه ممكن يضخ او يعمل نقلة نوعية في اه. عشان يضخ اموال على مستوى اثنين وخمسين دولة. لأ. ممكن احسر عليهم. لكن الامور مش على سبيل المثال مش هكون فيه فساد مالي مثلا. اه لا مؤكد ما فيش فساد مالي. لأنه مش محتاج. اه بالضبط يعني. لكن انا الاول مرة شوف تدخل الفيفا بهذا الشكل الواضح والقوي جدا في انتخابات التحاد الافريقية. او في الكرى الافريقية. طبعا هما منذ ازمة احمد احمد والتحاد الافريقية شوف هو اللي هو بيدري الكافية. فهنا في امور اه مختلف. عموان احنا كلنا ثمناها. تنتظر منه يا. لا لا انتظر منه انه اكيد اعمل. قولي قولي نفسي دلوقتي عندنا رئيس الاتحاد الافريقي. اه عايز يبقى في تطوير القرى الافريقية. يعمل واحد اثنين ثلاثة. واكيد بما يخص مصر يعني. تمام. انا انتظر منه انه يطور في اه كرة قدم على مستوى المدربين. يرفع من كفاية المدرب الافريقي على مستوى الكرى بشكل كبير جدا من خلال الدولات التدريبية عالمية على على مستوى الشهادات تدريبية مؤتمدة في كل دول العالم. بشكل كبير جدا ان المدرب الافريقي لما ياخد شهادة يبقى معترب بها. يقدر يروح يدرب حتى لو يدرب بها في اوروبا. يدرب بها في اسيا. يدرب بها في امريكا. يبقى معتمد ان ده مدرب تم تأهيله. يطور كوادر المدربين. ده تم تأهيله ده يهتم بالقادر الإدارية وينام القادر الإدارية مهم جدا لأن ده جانب مهم جدا في كرة القدم يهتم بقطاعات الناشئين على مستوى القرى الأفريقية والمواهب الأفريقية بشكل كبير جدا من خلال مسبعات ناشئين على مستوى الدول وبطولات قوية ومنظمة يهتم بأهم ملف في الكرة الأفريقية وأخطر ملف في الكرة الأفريقية وهو ملف في التحقيق هذا الملف يعني يسبح على بحيرة من الفساد للتحقيق من الأفريق حقيقة لأنه كلنا نعلم هذا ولا يجب أن نتفن رؤوسنا في الطراب كالنعام لابد أن نعترف أن التحكيم الأفريقي الضعيف وقاصر وغير جيد هل أن نتكلم على مستوى على المستوى المتواضع ودايماً بتكون فيه حاجات غير لقيقة يعني نحن بنشوف نفسي التحكيم في أفريقيا بأزال التحكيم في أوروبا أن أنا بلعب بره ملعبي بلعب جواه ملعبي باخد حقي أنا مش غير حقي لكن اللي بيحصل أن أي فرقة في أفريقيا بالنسبة كبيرة جداً بتتظلم بره ملعبها وأن دايماً بيكون فيه مجاملات لضيوف بشكل كبير جداً وده بيؤثر على اللي وشفنا ده وشفنا كوارث تحكيمية فملف التحكيم أتمنى أنه منتصب ده يخليه رقم واحد بالنسبة له إصلاح ملف التحكيم الأفريقي ده مهم جداً 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 ولا بدنا نيعمله إصلاح الملاعب الأفريقية الملاعب اللي إحنا بنشوف فرقة بدروح ملاعب كارثية الفريق اللي ما عندهش ملعب مش هيشارك في دورة الأبطال ولا يشارك في الكونفيدراليك ده رقم واحد يكون عندك ملعب لق وملعب وملعب يطابق كل المواسطة ده بقى ده اللي بتكلم عنه يا سيد محمد أنه ممكن من خلال من خلال الأموال مش هقول أمواله هو لكن من خلال تأسيم طبعاً ميزانية الاتحاد الأفريقي اللي لها بأسة بها ميزانية قوية جداً فممكن جداً على المحاور اللي حضرتها بتكلم عنه وخاصةً البنية الأساسية لبعض الملاعب في أفريقيا ده تتعامل بشكل كويس ده حاجة الثانية كابت النوع زي أنت ما قلت من لحظات يعني تعظيم بطولتك عزم بطولت إزاي؟ مرفع قيمتها المالية يعني هي بتكلم في 2.5 مليون دولار ولا 3 ولا 5 أنا لدينا ما بيكافوش مكافئات للفرق اللي بتاخد البطولة يعني والمصاريف والنفقات اللي بتنفقها ما بيكافوش قيمة لعب انت بتجيب وانت حان بتجيب لعب 2.3 و 4 مليون دولار اللي هي قيمة جازة البطولة المفروض دي تبقى عالية جداً بشكل كبير جداً بشكل يغطي اللعيبة اللي عندي ويغطي مكافئاتها ويمنح نقدرة ويزود المنافسة ويخلي الفرق اللي تتنافذ بشكل كبير جداً وكل الفرق اللي مشاركة تاخد بليها مداخيل مالية كبيرة جداً سواء من عوائد البس أو من الإعلانات أو من كل المداخيل أو الرعاية اللي موجودة لكاف اعتقد ده لا بدنا نكون في الحزبان يعني زي البطولة دي ما يكونش المكافئة بتاعتها مش قلي من 15-20 مليون دولار يعني ده رقم اعتقد رقم ده قليل في هذا الزمن اللي احنا موجودين فيه لكما تكلمنا عن 2.5 مليون دولار مكافئة بطولة الفرق مثلا ما يفوز بها الناد الأهلي وانا بروح اشتري لعب 2 و 3 و 4 مليون دولار طبعاً قليل طبعاً لازم المكافئة دي تزيد وهو على فكرة خلال يعني برضو برنامج الانتخابي قال انه هزود القيمة المالية للجواز حتى على مستوى الفدرالية والسوبر الافريقي ده مهم جداً انه يتم رفع المكافئات دي مطلوب رفع مكافئات بطولة الكاف كلها علشان تزيد من قوتها وتزيد من قيمتها وتزيد من تعزيم وتعظم منها ده مهم جداً بالنسبة مهم كمان على مستوى الكوادر ويمكن هو برضو انا قريطي يعني البرنامج الانتخابي كان بيتكلم كمان لازم نستفيد مستوى القرى الافريقية لازم نستفيد من نجوم العالم للعب ومن نجوم افريقيا للعب وعلى مستويات كبيرة جداً على مستوى العالم نتكلم على حنعد اسماء كبيرة جداً يعني عبرد عندك ساموليت وعندك درجبة وعندك عشرات وعندك نجوم تاريخيين واساطير كبت الخطيب وكباتن في كل الدول موجودين كل دي لازم كلهم دور موجودين بالضبط ازاي بقى ازاي العناصر والكوادر دي والعيبة اللي يمكن عاشت سنوات طويلة جداً في اوروبا وعرفة وشربت ازاي عالم الاحتراف الحقيقي ان ده لازم كمان على مستوى الاتحاد الافريقي نستفاد بهم على النواحد الكوادر الادارية الكوادر الفنية انت بتتكلم على كادر فني ممكن جداً في تدريب المدربين ممكن يخش ممكن في اصلاح الكرة الافريقية على المستوى الفني من خلال اكاديميات تتنظم فكل دوت يعني افكار كتيرة جداً حقيقة لو اشتغل عليها ممكن يعمل نهضة غير مسبوقة للكرة الافريقية وخليها نرفع لقباعة تقديراً واحتراوماً لكن طبعاً انا شاف كل اللي حصل ده في النهاية حيصب في مصلحة مرشحنا في الاتحاد الافريقي او المكتب التنفيذي لاتحاد الدولي اعتقد ان عدا موجود احمد ولد يحيا اعتقد ده فتح المجال انه هيبقى فيه اتنين كابتنا بوريدا ولقجة اعتقد ان فرصتهم هتكون كبيرة جداً في الوصول للمكتب التنفيذي وده مهم ان يكونوا موجودين طبعاً مهم ان يكون حد لنا بشكل كبير جداً وده مكتب كبير جداً لماطر ومكتب كبير جداً للكرة الافريقية طيب قبل ما ننهي مع حضرتك الفقرة المميزة كلمة تقولها للعيبة النادي الاهلي زي ما بقول ودايما بقول ودايما انت حضرتك عارف ان جماهير النادي الاهلي بتظهر ولعيبة النادي الاهلي بتظهر في المواقف الصعب واحنا في موقف صعب رسالتك اولاً للعيبة النادي الاهلي وارسالة للجماهير ازاي الجماهير تبقى كالعادة الداعم والسند لفرقتنا في المرحلة اللي جاية رسالة لعيبة النادي الاهلي حطوا في دماغكم ان الملايين في كل مكان منتظرينكم ان الملايين في كل مكان يعني انتوا الفرحة بالنسبة لهم. انتوا البهجة بالنسبة لهم. انتوا القيمة الكبيرة بالنسبة لهم. الحياة كابتن. يعني انا بشوف ناس كتير جدا. النادي الاهلي بالنسبة لها ده هو الحياة. طبعا. فالاهلي لما بيكسب. ما تتخيلش كمية الفرحة اللي بتبقى عند الناس قدقيه. ولقد الله لما تحصل نتيجة سلبية. الحزن بيبقى عند الناس قدقيه. ويصل على الحياة المزاجية. فعندوكم المباراة اللي جاية. يعني العبوا هذه المباراة للجماهير قبل ما تعبواها لأنفسكم وقبل ما تعبواها لأي حاجة تاني العبواها الجمهوري النادي الاهل فرحوا جمهوري النادي الاهلي في هذه المباراة الجمهور النادي الاهلي اللي اتكذنت فتحته في المباراة الأخيرة دي فرحوه بيها وإن شاء الله تسعدوا وتقدموا ونتجة كويسة نلعب برجولة نلعب بحماس ما حدش يتدخل أي جهد عارفين أن الأرضية تكون صعبة في مطش فتاة صعبة الجو يكون صعب لكن عليكم أن تتحملوا وتعوضوا جمهوركم عما حدث في القيار ورسالة بقى للجماهير نفسها على الجماهير أن تصبر عيابة النادي الاهلي وتدعم لعيابة النادي الاهلي ودايما معروف جمهور النادي الاهلي بيرفع الشعار على الحلوة والمرة معاك ودايما الجمهور الفرقة بتمحتاجه لم يكون في موقف صعب ولما يكون منتصر والأمور عنده مزهزه على الآخر والدنيا تمام وزي الفل الدنيا ماشية لكن لما أنا أكون بتكعبل ويكون بتعرقل وفي معاوقات قدامي أنت تدعمني وتقف في ظهري وتشجعني وتقف وراها بقوة أعتقد أن الدوركم كبير جدا تستندوا لعيبة تقفوا وراها صدق واصل ليهم من خلال السوشيال ميديا يتبقى تتعاملة زي المدرجات زي الجمهور اللي عادت في المدرجات صدق بيوصل للناس تدعموا الفرقة بكل قوة وقفوا وراها بكل قوة وإن شاء الله بإذن الله يتحقق كل التوفيق لفرقتنا وانا عندي ثقة كاملة في جماهير النادي الأهلي هي الداعم وهي رقم واحد في هذه المنظومة وإن شاء الله كل الدعم لجهازنا الفني ولعبتنا وإن شاء الله التوفيق للنادي الأهلي أولا في مباراة الإسماعيلي والمباراة الأهم والأصعب مباراة في تكرب أستاذ محمد بنشكرك شكرا جزيلا شكرا كابتن صعيبي طابق شرفتنا ونورتنا وعلى لقاء آخر شكرا جزيلا بعد الفاصل إن شاء الله نستقبل النجم الكبير ماهر همان